وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه قال ولتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى هي مكة وفي آية أخرى تبارك الذي نزل على عبد الفرقان ليكون للعالمين نذيرا بينما هنا ذكر أم القرى وما حولها قال بعض أهل العلم هذا في أول الأمر بداية وأنذر عشيرتك الأقربين فكانت لأم القرى مكة وما حولها وبعضهم قال لا ما حولها الدنيا كلها تشمل الدنيا كلها أبدأ بأم القرى وهي مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد دعوة إلى الله تبارك وتعالى ومنها خرج نور النبوة ثم ينطلق إلى ما حولها أي إلى الدنيا كلها وخص أم القرى هنا قال أهل العلم لأسباب منها أنها قبلة الناس جميعا هي القبلة الشيء الثاني أن هذه المدينة أو هذه القرية هي فيها أول بيت فضع للناس وهو مكة يحج الناس كلهم إلى هذه البلدة يعني المسلمين يقصدون هذه البلدة وهي مكة شرفها الله وبعضهم قال إنها وسط الدنيا وهذا يحتاج إلى بحث لكن الشاهد كل الأحاديث الواردة في هذا ضعفة أن مكة وسط الأرض وأنها وسط اليابس كل أحاديث ضعيفة يعني ثبتت في الأشياء العلمية الحديث هذا موضوع آخر لكن كنصوص شرعية لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا وإنما أخذت من ضواهب نصوص وكذلك جعلناكم أمة وسطة إذا أنتم وسط إلى البلد التي أنتم فيها هي وسط الدنيا كل هذا الكلام يعني لا دليل عليه حقيقة لكن الشاهدة من هذا أن قول الله تبارك لتنذر أمة القرى أي مكة بالإجماع هي مكة وما حولها فتشمل الناس جميعا تنطلق الدعو من مكة إلى الدنيا كلها وفيها قراءتان لتنذر أمة القرى ولينذر أمة القرى لينذره يعني بالغائد لينذر هو لينذر أمة القرى وما حولها